مشاهدين أعزائي برحب حضراتكم من جديد وجمعتنا مع أخبارنا من الألعاب المختلفة لكن البداية عند الحدث الأهم واللي بينتظر العديد من دول العالم وهي بطولة كأس العالم للجنباز الفني حيث ينطلق في الثانية ظهرا حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجنباز الفني القاهرة 20-23 والمقر اقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 إبريل الجاري عفوا على مجمع الصلاة الدولي باستاذ القاهرة وهي أحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبيات فريس 20-24 وسيبدأ حفل افتتاح البطولة بعرض للموزع المسكار هشام خرمة مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية من جميع أنحاء الجمهورية في عرض الافتتاح ثم يأقب ذلك كلمات السادة الضيوف ورئيس الاتحاد المصري لجمباز دكتور إيهاب أمين ثم بداية منافسات البطولة والتصفيات بداية من الخامسة مساء ومن جانبها قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل بروفة لنهاية حفل الافتتاح أمس الأربعاء للتأكد من جاهزية كل شيء ووضع اللمسات النائية على الحفل وكان اتحاد الجمباز برئاسة دكتور إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعب ولعبة بواقع 97 لاعباً و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية طبعاً البطولة هتكون على شاشة أون تايم سبورت أتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكل محبي الجمباز وغير الجمباز لنا رياضة من الرياضات المهمة جداً